والآن جاء دور الحديث عن الخطط المرسومة التي يجب على أمة الإسلام أن تنهض بها لمواجهة خطر العولمة يمكن للعالم الإسلامي أن يواجه خطر العولمة من خلال حملة إسلامية شاملة متكاملة عبر مخطط حضاري معاصر تشترك فيه جميع الدول الإسلامية ومؤسساتها الرسمية والشعبية والجمعيات والأحزاب جميعا لأن مواجهة العولمة من الخطورة بحيث يجب أن نتعامل معها من ملاكز قوية تدلل على وحدة الأمة وقوتها وتكاملها وأهدافها النبيلة ويمكن للمسلمين أيضا مواجهة خطر العولمة بتحقيق النقاط التالية أولها التمسك بالشريعة الإسلامية التي تاهت وضاعت بين ركام تلك الأحداث المعاصرة والتحديات الشرسة التي يتعرض لها عالمنا الإسلامي كذلك تبني المنهج الشمولي في فهم الإسلام وأيضا تغيير طبيعة النظام السياسي السائد في العالم الإسلامي من الاستبداد والديكتاتورية إلى الشورى كذلك تحقيق الوحدة الشاملة في العالم العربي والإسلامي أيضا تحقيق السوق الإسلامية المشتركة وكذلك وجود التكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم أيضا الاستفادة من رصيد الأمة العربية الإسلامية في يولوج عصر العولمة وكذلك الاجتهاد في تلاف الأمراض والسلبيات والبناء على الإيجابيات كذلك يجب دراسة السنن الكونية دراسة علمية موضوعية وتسخير هذه السنن في الكون والحياة للدخول إلى العصر الحضاري الإسلامي الجديد وفق الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة نبيه كذلك على المسلمين محاربة مظاهر البدع والخرافات والتبعية والتواكلية التي أخرت تقدم الأمة ونهضتها عبر العصور الأخيرة أيضا يجب الرد على الغزو الثقافي للعولمة الأمريكية الصهيونية من خلال الفكر إن خطر العولمة الاجتماعي يواجه بالاهتمام بتربية الأسرة المسلمة وتثقيف أفرادها وتوعيتهم كذلك يكون بترشيد وتوجيه الصحوة الإسلامية وبإقامة المجتمعات الإسلامية على القاعدة الإيمانية التي تجمع بين المسلمين جميعا دون الالتفات إلى اختلاف اللغة أو اللون أو العرق